طبعاً فيه يعني الباحث والمفكر أستاذ ماجد حدد عمل دراسة عن الحلقة نزلها على صفحيته أنا بعتبرها بحث بحث عن كيفية تناول مثل هذه الموضوعات وروني كده جزء من الدراسة اللي عملها أستاذ ماجد الدكتور طارق عرابي نفس الطريقة فيه تعليقات كتير جداً الحقيقة جات لي من أسادزة إعلام وباحثين ومفكرين عن الحلقة لأنها انتشرت على السوشيال بشكل أنا أنا شخصياً ما أتوقعتوش يعني يمكن المفكر الكبير الباحث كمان أستاذ ماجد الحدد كاتب كيفية تناول مثل هذه الموضوعات وبيشيد بالحلقة وبيحل المضمونة كمان فأنا يعني بشكر طبعاً لكل من يعني تناول الحلقة بالإجاب ولو في حد مختلف معايا ما عندش مشكلة أنا بالعكس أنا برحب بالنقد جداً بس يقول لي زوايا نقده إيه أو زوايا هجومه إيه مش يعني أنت شفت جملة أو شفت حركة أو شفت حاجة وبتهاجم بلا مضمون وبلا موضوعية بس كنت عايز أقول دي وطبعاً بشكر زملائي في الإعداد اللي تعبوا معايا في ظهار هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر